مسجل المكالمات. تطبيق محميله خمسين الف مستخدم. لما اهتم بقبرة تطبيقات ووظيفة كلها تطبيق مزايا وعيوه باشتاك في القناة اللي هقول لك كل ده. تطبيق مفروض ان هو بيسجل المكالمات التلقائية بدون ما تضطر ان انت تسجل كل مكالمة زي ما انت عايز كمان في منع ازعاج ما بيسجلش الدوشة ولا اللي موجودة في الخلفية فبيسجل المكالمات بس بنقاء عالي. اغلب الناس اللي حملت التطبيق. تلك التطبيق بيسجل فعلا بس. ما فيش اي حاجة بنسمعها. ما فيه الصوت اللي احنا سجلنا المكالمة بتاعتك. مش موجود صوتناها بس احنا الموجود. وده بيرجع في الاعدادات ان انت محتاج تغير مصدر الصوت عشان تقدر تسجل بصورة كويسة. غير كده التطبيق ما بيشتغلش. طبعا اغلبنا بيعمل محتاج سجل مكالمات مهمة شغله مكالمات اردر طلب اي حاجة. انت بقى دليل على المستخدم او اللي انت كلمته ان انت طلب كزا او آآ في ماركت في اي حاجة انت المكالمة مسجلة وكانت آآ ده قال لك كزا انت قلت له كزا. بيبقى مهم جدا في حاجات في حالات كتيرة جدا. طبعا التطبيق مش بيسجل فمنصحش اي حد انه يحمله الا لما يزبطوا اعدادات التطبيق ويشغلوه ويعملوا تحديث كويس يشغل التطبيق كويس جدا.